اقترنت باسم فلسطين وقائدها الراحل ياسر عرفات وعكست نضال الشعب وثورته ضد الاحتلال وباتت اليوم رمزاً مألوفاً على أكتاف الداعمين لقضية فلسطين حول العالم إنها الكوفية الفلسطينية أو الحد كما تلقب مورث لم يخفط بريقه مع اقتحام العزرنة كل مناحي الحياة بل ظل ملمحاً يومياً أينما وليت الوجه يصادفك في السابق كان يتم استراد هذه الكوفيات المرقطة من مصانع النسيج في سوريا والأردن ومنذ ستينيات القرن الماضي حمل هذا الموروث وبفخر عبارة صنع في فلسطين بعد أن أصبح له مصنع يتيم في الخليل مصنع يحاول لحقب الموضة وألوانها إرضاء للجميع محافظاً على جودة المنتج لكن غزو الكوفيات المصنوعة في الصين وأسعارها الزهيدة جعلتها الخيار الأنسب لكثيرين لا يأبهون بالجودة أمام ذي قيثات اليد نسكرنا تقريباً إحنا خمس سنوار نسكر المصنع بالكامل بعدين نتجهنا لتحسين جودة البضاعة يعني أصبحنا ننافس بالجودة هنا في هذا الركن من البلدة القديمة في القدس يتفنن الباعة في عرض الكوفية بأبها الحلل في انتظار سائح لا يختار غيرها تذكاراً لتوثيق زيارته إلى المنطقة في سواح يجب بدهم هدية رقيصة يأخذوا النوعية الخفيفة رقيصة 25-30 شكل في نوعية تئيلة 60-70 شكل-80 شكل أما دعاة تجديد من حول العالم فلم يروا ضيراً في إدخال بعض اللمسات العصرية على كوفية فلسطين الشهيرة فجعلوها قماشاً لأزياء متنوعة تجديد لم يرخ لفلسطينيين كثر رأوا في الأمر إهانة لرمز من رموز المقاومة ترجمة نانسي قنقر